وقد اختتم وفد مجلسا ومشاركته في المؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة هذه التجمعات البرلمانية فرصة مناسبة لطرح القضايا العربية ومناقشة التحديات التي تواجهها مختلف الدول في تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج التنموية والدفع نحو مزيد من التعاون والتنسيق في المجال التشريعي بما يعزز الدبلوماسية البرلمانية وتبادل الخبرات التشريعية والتأكيد على ان مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملكي البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتوجيهات جلالته السامية تضع دعم وتعزيز العمل العربي المشترك من اولوياتها الثابدة والراسخة